حسما للجدل واسكاة لأصوات ميليشيات إيران في المنطقة فهمت تصريح الأمريكي على لسان قائد القيادة الأمريكية المركزية كينيث ماكنزي ببقاء القوات الأمريكية في العراق جميع قوات أمريكا باقية والجميع يضم 2500 جنديا أمريكية بهذه الكلمات قالب الجنرال الطاولة على أمال ميليشيات موالية لإيران ترغب واشنطن بأن تبقى شوكة في حلقها لكن المعادلة المحسومة هي ما صرحت به قوات التحارف الدولي بإنهاء أعمالها القتالية فيما أمريكا التي تبقي على قواتها يقول الجنرال إنها تعمل لدعم الجيش العراقي في مواجهة الإرهاب في اللغة الأمنية الأمريكية التي أطلقت صفارات الإنذار كعمليات تجربية تفسر على أنها استعداد لمواجهة محتملة مع ميليشيات وفصائل مسلحة في وقت تقترب منه الأيام الأخيرة لموعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية بحسب التصريحات الأمريكية والعراقية على حد سواء في المجمل لم تختلف فحوى بنود الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التي كان لها الهدف الأول المتمثل بدعم القوات العراقية لمواجهة الإرهاب وهذا الهدف الذي تقول أمريكا إنها باقية لأجله هذا القرار لم يعجب بعضا من الفصائل سيما المعارضة للوجود الأجنبي في البلاد في الأثناء يعود تنظيم داعش الإرهابي للواجهة وينشط مجددا سيما مع مرور أربع سنوات على إعلان النصر عليه الأمر الذي يدعم الوجود الأمريكي لمواجهة التنظيم من خلال الدعم والإسناد الجوي للقوات العراقية وعدم السماح له بأن ينشط مجددا بعد أن باتت عملياته الإرهابية أكثر حدة في الآونات الأخيرة اشتركوا في القناة